اشتراك في القناة كمان الاجنحة مش بسويها مع الفرخة لانها اول حاجة بتستوي في الفرخة ويبقى شكلها مش حالة الاجنحة بجمحها في كيس في الفريزر وبعد كده بعمل بيها اكلة تانية وكمان الكبد والاونس بجمحها في كيس في الفريزر وبعملها اكلة تانية خالصة زي الكبد والاونس اللي عملناها في القناة وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف قبل ما نسويها بننقحها في مية وملح ولمونة مضربة في الخلط باشرها وصفيها وحط عليها معلقتين دي واسيبها في مية النقعدين من ربع ساعة نص ساعة وبعد كده بشتفها شطفة كمان بعدين بجيب حلة ونرص فيها الفرخة اول حاجة برصها الصدور برصها تحت عشان بتتحمل درجة حرار وبعدين نحط الوراك لو الفرخة كبيرة بقطع الورك نصين والصدر نصين عشان تستوي معاك كويس ما يكونش فيها دم بعد ما تستوي مكونات اللي بحتاجها بصلة مبشورة حبة طماط المبشورة توابل عبارة عن فلفل سويد او ابيض زي ما انت عايزة قرفة جنزبيل كمون ملح ورق لورة حبة هان زهر الورد قرفة خشب واي توابل تانية بتحب تحطيها نحط التوابل على البصل المبشورة والطماط المبشورة ونقلبهم كويس مع بعض ونحطها فوق الفرخة لو مش مستعجلة تسيبيها فوق الفرخة لمدة ربع ساعة نص ساعة لو مستعجلة بتحط الفرخة على النار بالخلطة بالخلطة اللي عليها من غير مية لحد ما تتشرب من الخلطة وتشرب المية اللي هتنزلها بعد كده نزودها مية مغلية ونزبط الملح واسيبها على النار لحد ما تستوي وهي بتاخد من خمسة وعشرين ديئة لخمسة وعشرين ديئة لحد ما تستوعى لحسب حجم الفرخة بعد ما استوت بطلحها من الشربة على طول وده شكلها بعد ما استوت بحمرها بسامنة بلدي زي اللي أنا عملتها معاكم في القناة او زيت وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وتقدروا تقدموها مع محشة او مكارونا او رز واخدار مطبوخ وبالهنة والشفة